كل الناس بتحب الماكرونة بالجنباري وأنا منهم تعالوا النهاردة هوريكوا طريقتي والتركات بتاعتي اللي بتخليها رهيبة ومختلفة فيلا بنا نبدأ أول حاجة هجيب الجنباري ونخسله ونقشره وهسيب بس أربعة هخسلهم بس مش هقشرهم وهقولكم ليه بعدين ودلوقتي جبت فلفلتين حمر هشوهم في الإيرفراير وحطيت عليهم سنة زيت على أعلى درجة حرارة لمدة عشرين دقيقة وقلبتهم مرة واحدة بس في النص ودلوقتي هحط الخضور بتاعي في الكابة وهو عبارة عن الفلفل الأحمر اللي احنا شويناه وفلفل أخضر وفلفل واحد بس حيمي وده على حسب الرغبة وبصل وطوم وهضربهم كلهم في الكابة مع بعض وانا عايزة أقولكم ان الكمية دي كبيرة يعني أنا باخد بس منها معلقتين وبشيل الباقي بيكفيني كمان 3 مرات بشيله في الفريزر عادي دلوقتي جبت طاصة وحطيت فيها قطعة زبدة كبيرة عشان تدي طعم عليهم معلقتين كبار من الخلطة بتاعتي عليهم 3 معالق كبار من الصلصة بعدين زودت معلقتها ريسة ودي على حسب الرغبة برضو وحطيت جنزبيل الجنزبيل بقى في طريقة سهلة قوي باخد الجنزبيل قطعة بحطها في المايكرويف 30 ثانية بتطلع بعصرها بالضبط زي اللمونة وبكده باخد النكهة بتاعته من غير ما حطه وفاكرين الجنبري اللي احنا قلنا مش هنقشره دلوقتي نظفته كويس جدا وحطيته في الصوص عشان يدي نكهة اكتر وهقلبهم شوية مع بعض وزودت البهارات حطيت بابريكا وطن بودرة وبصل بودرة وكمون ومالح وفلفل اسود وما تنسوش ان المقادير والبهارات مكتوبة بالضبط في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو وسلقت مكارونا وما ترموش ميت السلق عشان هنحطها على الصوص وهنا تأكدت ان خلاص الجنبري ستاوى زودت عليهم المكارونا المسلوقة بجد المكارونا دي بتطلع رهيبة لازم تقربوها ودلوقتي بعد ما حطيت المكارونا هزود عليهم كريم الطهي بس وبكده المكارونا بتاعتي خلصت ولو عايزينها كمان بنك سوس اكتر ممكن تزوده الكريمة ومعلقتين لبن بس انا بحبها كده وبالهنة والشفة وما تنسوش تعملولي سبسكرايب للشانل بتاعتي واستنوا وصفاتي الجاية ترجمة نانسي قنقر